أستاذ ابتسام، أستاذ ابتسام تفضلي ألو ألو أستاذ ابتسام تفضلي السلام عليكم يا شيخ عامر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا حضرتك فضل ونعمل الحمد لله كل سنة وانت طيبة بدخول ربيع وحضرتك طيب الله يرضى عنك تفضلي يا حاجة ابتسام يا شيخ عامر عحنا كده جواني ببقى كل حاجات كتير هم نعرفش معبر عنا صح غرب العيوات والسكو صحيح ده في الجواز ولا برا الجواز كل حاجة يا شيخ عامر طيب ده طول عمرنا ولا بعد الجواز طول عمرنا طول عمرنا يعني أوقات كتير والله يا شيخ ما فيه يوم بيعزغل لما بعيات قبل ما نأت أوقات كتير كده سأقول هو ليه يعني رؤسه عليه ست والسلام ما كانش موجود في زماننا ده ما كانش حصل اللي بيحصل لا ما كانش الواحد ينام كل يوم ده ماته على غزو لا هو بس أنا عايزة أقولك حاجة حاجة بتسام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه مشركين بيعزبوا مؤمنين وكان فيه منافقين وكان فيه كمان ناس بيتربصوا وناس عايزين لا المؤمنين عانوا أنا عايزة أقولك حاجة بس رسول الله بشرنا بشرة حلوة قال عمل عمل الواحد منهم من الذين أمنوا برسول الله ولم يروا عمل الواحد منهم بخمسين منكم يعني أنت لو أنك أنت غيرت فكرة المظلومية وفكرة أن محدش فاهمك دي اللي اتنين دولا مش أنت برضو حاسة أن أنت دايما مظلومة ومحدش فاهمك طيب أستاذ ابتسام أنا أقولك حاجة أنت بتقولي دلوقتي أنت لازم ببساطة خالص تحسي بنعمة ربنا عليك بفضل ربنا بوسع الحياة لازم تغير الحياة ومش لازم أبدا لو أنك أنت حاسة أن والدك ووالدتك ما أموش بواجبه ومنحه وكيبقى هي الحياة والدك ووالدتك بس مش حقيقي ولا أن جوزك حسسك بأنك أنت مش المرأة المثالية بالنسبة له جوزك مش هو كل حياتك يا سادة قوة وتخلوا أحبابكم كل حياتكم يعني إيه ما نهتمش بيهم لا 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 خالص في فرق ما بينك أنت تهتم بحد وأن أنت تخلي لحد ده كل حياتك ما تخلوش أحبابكم كل حياتكم خلوا حياتكم فيها حاجات كتيرة تضاف ولازم تبقى حياتكم فيها أجزاء فضية عشان تضيفوا حاجات جديدة ليها وتضيفوا أحباب جدد وتضيفوا حاجات بتحبوها لو عملت كده أستاذ ابتسام حاجات كتيرة في حياتك هتتغير حاول بس تجربي اللي أنا بقولولك ده وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويفتح عليك يا أستاذ ابتسام ترجمة نانسي قنقر